الناس ساعتها ازاي ولازما وهنشوف ومش هيرجع وهيرجع والكلام الكتير اللي انتوا سمعتون وقتها كان الموقف واضح جدا في المسارات اللي النادي يمشي فيها مش في المسار الرياضي او مش في المسار القانوني ولجأ للطرق القانونية الشرعية وطلب في الشق المستعجل ايقاف قرار اتحاد القرى بتمديد عمر المسابقة طيب مركز التسوية والتحكيم واتابا شموندس مدد نظر القضية الى 2 سبعة يعني بعد ما البطولة هتستأنف فبالتالي اصبح الاستمرار فيه غير ذات جدوى كان التحول القانوني بالنسبة للنادي انه طلب الاحتكام في الشق الموضوعي تم نظر الشق الموضوعي الاهلي صار في المسار القانوني عبر كل القنوات في مركز التسوية وصار في المسار الرياضي الناس كانت فاكرة ان الاهل عشان مش في الناحية القانونية يسيب الدور الغير وياخده الاهلي سلك المسلكين بكل الاحترام والتأدير لكل الاطراف بدفع عن حق الرياضي وقد كان استمر وانافس واخد الدور وامش في المسار القانوني لاثبات الحق للانقاذ او انقاذ للمصلحة العامة بشموندس اليوم اقر هذا الحق سيد ابرهيم قبل ما نخش في التفاصيل لانها مهمة جدا يعني كل كلمة في هذا الحكم كان يقابلها طلب من نادي الاهلي يعني وحكم في طلبات النادي الاهلي ولم يترك طلب الا ما حكم فيه لصالح النادي الاهلي قبل ما نخش في التفاصيل دي يعني ايه انا اما اعمل اي اجراء وانا رجل احترم القانون واحترم النظام مش معناها ان انا لما اقول مش هلعب الا كذا انا مش هلعب الا في اطار النظام لكن مش معنا كده ان انا حاسب لك الجمل بمحمد اه فانا بقول ايه زي ما كنت بالزبط كده انت داخل نازل ملعب وشاف كل شروط اقامة المباراة غير قانونية انت شايفوا كلها كده بس اوضاع كتير بتحتم عليك انك لازم تلعب والا الدنيا ممكن تولع وتقبقى كارسة فتروح تتحفظ على السكورشيت ها تسجل تحفظك ارجو ارجو تسجيل واحد اتنين تلاتة اربعة وهي امور تحول دون قانونية هذه المباراة والعبها يوم ربنا كرمك بالحسنياية تروح كسبانها وتكسبها قانونية وتكسب العضية وتكسب المباراة واخد بالك اه وفي كل شيء في الحياة وخصوصا في مصر هنا في كرة القدم تحديدا انا كنت بقول ان في ملعب وفيك خارج الملعب احنا معنيين بالملعب خارج الملعب بنخش في لغة مع الاخرين دي لعباتهم انت عم بطل العالم في بر الملعب انت بطل العالم انت نادي القرن بر الملعب انت نادي المبادئ بر الملعب انت المظلوب بر الملعب أنت نادي الدولة وقت ما تحب ومش نادي الدولة وقت ما تحب أنت حر ده شأنك لكن أنا في الملعب بثبت أن أنا نادي الدولة يعني أنا نادي الذي يحرص على مصلحة الدولة دون أن يفرد في حقه كل الأحكام اللي حنعرضها النهاردة هذه حلقة للتاريخ يا أستاذ إبراهيم لأنها كلها أنت عدد للمكاسب لو سمعت عشان ما نساش أنت كاتب كسبنا كم قضية النهاردة مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع لللجنة الرنوبية الجهة الرياضية العليا في التحكيم بتقر حق النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة وتلزم اتحاد الكرة بتغريمه 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي لا مش عادة تفاصيل رقم اتنين قبل بضعة أيام أيضا رفض الطعن المقدم من شركة ميسك للإنتاج العالمي ضد الحكم النهائي الصادر للنادي الأهلي بأحقيته في كم 134 مليون وشوات فكة كده طيب أيضا بيتم حسم قضية اللعب الهارب من النادي الأهلي سليمان كوليبالي اللي انتقل للنجم الساحلي التنسي ويتم تسوية الأمر فيه مقابل مليون وربعمائة ألف دولار للنادي الأهلي وقبلها بوقت غير قليل صلاة والتسوية اللي تمت بعد يعني تحكيم مش تحكيم لكن تم طلب التسوية وحكم أيضا لنادي الأهلي بيه بسلامة موقفه ده معنى يا إيه أستاذ إبراهيم معنى أن يا جماعة لما بنقول لكم الأهلي بيتكلم هو مش بيتكلم عشان نتيجة مباراة لأنه بيكسبها في الملعب بعوني الله ربنا هو اللي بيكرم لأنه لما بلاقيك عندك حق وبتنتصل للقيام برضو أنت منتش عارف الخير فيه أنت عارف السنة اللي فاتت أنت طلبت فبتقول المحكمة تأجلت لشهر سبعة بما يعني أنه مش هتلحق تحكم لك قبل بطولة الأمم الإفريقية اللي أنت كنت عايش تلعب وتنهي البطولة قبله ربنا ما بيعملش حاجة غير الخير فالتأجيل ده دايق ناس كتير جدا وكلس ميته إيه وما كلاش ميته إيه وبتعوه هتلعب وماشي يتأجل ده عشان تحسمي الأول في الملعب الجدارة وبعدين ترجع تاني للحكم هو أدبي يعني هذا الحكم على أرض الواقع ما بيديكش بطولة هو بيديك حقوق تانية البطولة أنت خدتها في ملعبك لكن ده بيديك مجموعة من الأمور التانية تعال نقشها واحدة واحدة أستاذ الراهيب طيب كلام هذا الحكم بمنطوقه بدلالته الدلالة كمان مهمة فيه هي نفس الدلالة اللي متعلقة بأزمة هذا الأسبوع فيما يخص الأهلي واستكمال بطولة الدوري الشريط الرابط بين الاثنين هنقرأ الأول الحكم الصادر ونشوف النادي الأهلي موقفه الواضح موقفه ثابت موقفه حريص على المصلحة العامة كيف حدث ما حدث من قبل وكيف يحدث ما حدث هذا الأسبوع أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها لأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد موعد للمباريات المتبقية من الدور المصري للكرة القدم للموسم الكروي 2018-2019 قبل 36-2019 وعدم انهاء المسابقة في ذلك التوقيت أوضح الحكم الذي أصدره مركز التسوية اليوم الخميس أن مبلغ 150 ألف جنيه يأتي كتعويض للنادي الأهلي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالنادي الأهلي كما ألزم مركز التسوية اتحاد الكرة بالمصرفات وأتعاب التحكيم 150 ألف جنيه ما هيش القضية قيمة التعويض مش ده الموضوع إنما في اللي ألهو لك المهندس عدلي واللي له دلالات في موقف النادي قال منطوق الحكم نصا النادي الأهلي فوجئ ممكن يا أستاذ إبريم وإحنا بنقرأ من الرأش على بعضها ناخد كل حكم في كل جزئية وانتشر عليه كده جاء في منطوق الحكم أن النادي الأهلي فوجئ بعد إرسال جدول المسابقة المشار إليه المتضمن موعيد 16 أسبوع من المسابقة بسيل من المكاتبات من الاتحاد متضمنة تأجيلات لعدد كبير من المباريات وكأن موعيد البطولة الأفريقية والعربية وارتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد ودون سبب واضح لتلك تأجيلات مما أدى؟ مما أضر النادي ضررا بالغا حيث اضطر إلى لعب بعض المباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مباراة وأخرى وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من لعب النادي الأهلي الذين هم نواة المنتخب نتيجة توالي المباريات وهي الإصابات التي حرمت النادي والمنتخب من مجهوداتهم فضلا عما تكبده النادي من مصاريف علاج وتأهيل وسفر وخلافه نقف هنا بقى نقف معنى الحكم ده إيه؟ أن الأهلي في عريضة الدعوة كان مضارا من التأجيل فلم يكن هو صاحب طلبات التأجيل اللي عاملين قلبين دماغنا لحد النهاردة والأهلي كانت بتأجيله والأهلي كانت بتأجيله والأهلي كانت بتأجيله هذا إضرار بالنادي الأهلي ومصالحه والحكم بيقول كده خلين الحكم بيقول لاتحاد الكورة أنت حطت جدول حطت موعيد 16 أسبوع هو أنت نزلت عليك فجأة هبطت من السماء فجأة موعيد البطولة الأفريقية والبطولة العربية وارتباطات المنتخب يعني كل التأجيلات اللي أنت أحدثتها على الجدول تباعا نتيجة ارتباطات المنتخب أو الموعيد الأفريقية أو الموعيد العربية الحكم بيقول له هي دي هبطت فجأة ما أنت اللي حددت بنفسك 16 أسبوع وكان عندك الأجندة واضحة جدا إيه الخلل اللي أنت أحدثته ده اللي عرب النادي الأهلي صاحب الدعوة إلى هذه الأضرار البلغة اللي أشار إليها الحكم قال كمان كما جاء في الحكم لم ينتهج الاتحاد في سبيل معالجته لتلك الأوضاع ذات النهج بين أندية المسابقة حيث أنه في حين كان يلعب النادي الأهلي مباراة كل 72 ساعة كان المنافسون يلعبون مبارياتهم كل 96 ساعة وفي بعض الأحيان كل أسبوع وعشرة أيام في أحيان أخرى وهو ما أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين أندية المسابقة نقف هنا نقف من اللي استفاد برضو عايزين يمثلوا دور الضحية إنت كان بتأجل لك وأنا كنت بالعب إنت كان بتأجل لك وأنا كنت تتصدر وتبعد وأنا أرهق وأضغط ولعبت التصاب إذن عشان بس الحكم ده تاريخي ليه؟ عشان لم يحد يتكلم بقى في الحجج العمالة تتواطر كان بيأجلوا لهم وكانش بيأجلوا لهم بتاع الراد دهو بالحكم الراد بالحكم طيب كما أدان الحكم اتحاد الكرة وقال لما كان ثابت أن اتحاد الكرة كان قد حدد تاريخ انتهاء مسابقة الدوري موسم 18-19 بتاريخ 30-6-2019 وأنه كان على علم مسبق وقبل تحديد هذا التاريخ بموعيد البطولة الإفريقية والعربية والأجندة الدولية لتوقفات المنتخبين الأول والأولمبي وهو ما ينفي حالة الظرف الطاري أو الاستثنائي عن الظروف التي دعت الاتحاد المصر لكرة القدم لتأجيل بعض المباريات ومد أجل انتهاء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم عام 2018-2019 إلى ما بعد المعاد المحدد له سلفا والذي أخطر الاتحاد الأندية المشاركة في تلك المسابقة به قبل بدئها ومن ثم كان يتعين عليه مراعاة ما تقدم عند وضعه لجدول المسابقة بما يتيح للأندية وضع برامجها التدريبية الملائمة ويجعل من المنافسة بين الأندية تحكم قواعد الشفافية والنزاهة وهنا الشفافية والنزاهة هو النادي الآلي مش بيطلب غير دي الشفافية والنزاهة ومعيير الفير بلاي مشكلة السنة اللي فاتت هي مشكلة اللي قبلها هي مشكلة اللي من دول عندما احتاج جل أهلي على ما حدث من تأجيل لمبارات الأهل والزمالك كان يحتاج لأنك بدأت تخل بمبدأ الشفافية والنزاهة هتقول للظرف الأمني طريقة طريقة إصدار القرار في نص الليل جعلت من كل حق يعني من حق كل حد أنه يعني ما يخدش الأمر بشيء من الارتياح بعد كده لما الدولة بتوضح لأ ده كان ظرف مش مهم من نحنا نخوض في تفاصيل هذا الظرف لكن الأهلي يعمليه يوم يستجيب هنا يحلل البعض أن يظهر الأمر كأنه ضعف وتراجع بالعكس ده موضوعية واللي كان عايز يستفيد من هذا الخلاف كالعادة ده اللي استفاد من كل الخلافات السابقة والتي كان جزء من صانع هذا الخلاف يقول لك طب ايه انسحب لا يا سيدي مسألة اللي انسحب في فرق أني مش حلعب إلا إذا ده طلب ده طلب مشروط وبيحط لما تيجي تناقش أسباب احتجاجي يبقى أنا هكون في المنطقة الموضوعية معاك وحقبل النتائج لكن لما تقول لي هي كده هقول لك لا هي مش كده فده ما حصلش الدولة اهتمت وتواصلت ووصلنا لحلول ولسه طيب قال الحكم كما جاءت ضمن أسباب قبول دعوة الأهلي أن الإعلان متأخرا عن إلغاء بطولة موليد 97 حالة دون تحقيق الاستفادة الفنية منهم سواء بتصعيد لعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليا أو خارجيا طبعا هو ده كمان كان قاعدة طلبات البارزة مش كل سنة تيجي تفاجيني قبل الموسم بنظام لائحي يترجم إلى ضرب اقتصادي في مقتل أنا أنا بقى بتجاهز لعيبة دول رأسي مالي وعلى فكرة والحد النهاردة أنا مش مقتنع أبدا أن اللعيبة اللي تتجاوز السن ومبلاش مكان فيه قايمة تبقى فريق فريق ازاي؟ فين حق الرعاية بتاعنا؟ فين حق الرعاية الأندية دي؟ فين الانفاق؟ أنت بتعاقب الأندية صاحبة الانتاج هذا مبدأ غير اقتصادي غير فني غير عادل أنا الأولي منقشة هذا الأمر طيب صور اللعيبة يا أستاذ إبراهيم لو هرب منك برة تاخد فيه تعويض لكن هنا أنت مضطرة تسيبه ببلاش طيب قال الحكم اللي صادر من المركز التسوية وكذلك توقف مسابقة الدوري لما يقرب من 40 يوما في الفترة من 19 أو في الفترة حتى 19 حتى 23 سبعة 2019 من 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 20 أو من 3 ستة 2019 من 3 ستة 2019 حتى 23 سبعة 2019 مما اضطر معه النادي لوضع برنامج تأهيل للعبية ونظرا لانتهاء معظم فرق الدوري من لعب مبارياتها بمسابقة الدوري العام مما حالة بين النادي وتنظيم مباريات ودية قوية مما اضطر النادي إلى تنظيم معسكر خارجي للفريق كلف خزينة النادي الكثير من المصروفات هنا برضو نتكلم عاصل ده سبب موضوعي وانت حطيته في المذاكرة بتاع ده ده يعني ايه انك انت كتبت هذه المذاكرة واستندت الى اسباب موضوعية انت مش جاي بفترة اعداد عشان تقولي ما انت عطيت تعمل معسكرات خارجية لا ده انا اضطرتني حلعب بعد البطولة الافريقية فانا لازم حافظ على اني اكون في الملعب انا ولعبتي طيب الانديها كلها معادة الانديها اصحاب الاطراف المباريات ودي مش منطق انك تعمل معاه ماتشات ودي اش هتروح عندك ماتش المقاولين او وجون هتروح تعمل ماتشات مع المقاولين وجون فانت وزمالك وهو فانت اضطرت انك انت فعلا تتكبد مصاريف السسنائي كل هذا كانت اسباب موضوعية مش تلكيك طيب كده انتهى النص المتاح لانه الحقيقة الحكم كبير والحكم فيه حاجات تفاصيل تانية كتيرة لكن ما نود التأكيد عليه تلات اربع نقط النقطة الاولانية الجمهور جمهور الاهلي والرأي العام الرياضي كله اللي تابع القضية مع نهاية السنة اللي فاتتة والموسم الماضي والكل كان مندهش هو الاهلي اللي رجع يلعب كانوا فاهمين زي ما المهندس عادل اشار ان انت خلاص هتسيب الدورة وتسيب الجمل يعني النبي ده لتصرف مسؤول البعض حاول ياخدها في السكادي ولما ترجع تلعب لا ده انت رجعت في كلامك لا انا زي ما قلتلكم انا رفعت المحاقي وخطه انت قدامك كل المسارات المتاح بتمشي فيها مشيت في المسار الرياضي طالبت اتحاد الكرة خطبت اتحاد الكرة رجعت اتحاد الكرة حرصا على المصلحة العامة وكان وقتها الاهلي ادى سهلات عشان المسابقة تتلعب وتحسم او الموسم ينفض قبل كاسر الامم عشان اللعبة تاخد راحة والاندية تبدأ تستعد بشكل افضل للموسم الجديد حركة انتقالات اللاعبين تحافظ على حقوق الاندية في تسويق لعبية كل المكاسب البدنية والفنية والتسويقية والمالية كلها هو الحاجات دي لما تتنظب هيقول لك يا حق للاهلي ولا حقوق الاندية للمسابقة وكل الاطراف اللي فيها فانت مشيت في هذا المسار الرياضي لكن لما مركز التسويق حدد اتنين سابعة لنظر الطلب خلاص اتجه الاهلي للتركيز على الشق الموضوعي في الدعوة والشق الموضوعي هو مدلل على كل الخسائر اللي لحقت بيه جراء هذا التطويل او التمديد او التسويف غير المبرر رياضيا وقانونيا اذا التأكيد على انه لما تلاقي للاهلي واخد موقف القضية مش انه هو رجع في كلامه لا ده اكد على المسارات اللي ماشي فيها بدون اسعاج وبدون دوشة وبدون مشاكل وبدون تجاوز في حق احد ما هو انت كمان لو فيه سرعة الاجراءات بيتم البت فيها كان حيباني المعاني دي كلها في وقتها وكانت الامور دي هت بالزبط لكن احنا بالصدد محدش بيناقش مناقشة موضعية ويجبون الحكم ده لو انت خدته بدري اه كان ينعكس على بعض القرارات في هذا الموسم بالزبط فانت احنا كل ان نطلبوا ايه انتظام المسابقة معايير الشفافية والفير بلاي بالزبط ما الاسباب الامنية تبقى اسباب امنية كل الاطراف اصحاب الشأن كمسؤولين مليش دعب الرأي العام كمسؤولين يعرفوا بيها ويتأكدوا منها ويحترموها فقط غير كده لا هو انت النهاردة حتى على الصعيد لما انت تكون متصور للوقت المصلحتك واخر يتصار الوقت ضده هو ده مش حقيقي لان اللي بيحصل على الارض الوقت غير كده اه لانه انت شفت المسابقة اتأجلت ليه اه طبعا ده لا فيه اعتراف انك تتأجل لحد ما يلاقي معين يرجع حتى يعني كان فيه لهم لو واحنا نأجل المسابقة عشانا كنت هو ده المردود اه يعني ما هو طب من اللي ساعد بقى لده انت حر انت على فكرة شطارة من حقك انك انت تعمل كده بس الطرف اللي بينظم هو اللي بيستجيبه بس المنظم يستجيب لك ليه اه الا اذا كان برضو هو عواطفه وان ده يحصل اه هو انه المشكلة الانتماء عندما يصل الى متخز القرار يبقى القرار دايما فيه عيوب تخليك تلجأ فيه اطار قانون تاخد حقوقك ومش عايزين نلجأ للكلام ده على كل يوم بتاني طيب الحكم كمان بيأسس لنهج جديد النادي اي نادي مع الاتحاد اي اتحاد انا مش متلقي سلبي انا مش عبد مأمور انا مش هكون ملزم فقط انافذ كل اللي انت هتقولي واقولك على الرحب والسعة اؤمر انافذ سيادتك هتؤمر وانا هاخد اجراء القانوني بشكل محترم ممكن هنا عشان برضو سيادتك هتؤمر قبل المسابقة لا هتضع نظام قبل المسابقة هو ده العقد اللي بيني وبينك اه هو ده العقد اللي بيحكم الاندية معاك بالزبط فانا زي ما انت بتقولي مش عبد المأمور انت بتدير لصالح الاندية وبالنيابة عنها انت تدير لصالح الاندية وبالنيابة عنها فتيجي تلاقي انت احنا القانون اه رقم 71 لسنة 2016 شرع واسس لمركز التسوية كنت بتروح محكمة القضاء الاداري وحليني يخلص كم موسم علشان يتم البت في الدعوة وفقا لاجراءات التقاضي وطول الامد بتاعه لا بقى في مركز تسوية يختص بالنزاعات الرياضية فان يفعل انا بس عايز برضو هذا المركز يعني مركز تسوية اه يعني انت لما تشوف الهيئة في مركز التسوية التي حكمت وحققت وحكمت في هذا الامر رئاسة السيد المستشار ده الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وده موجود في القانون ايه ده القانون الرياضة اكد على وجود هذا المركز ايه برئاسة المستشار محمود رشيد محمد محكما مرجحا هو بيبقى فيه بقى مركز تسوية ايه اتنين انت تختار واحد وانا بختار واحد وحكم مرجح فالمستشار محمود رشيد محمد حكم مرجح وعدوية كل من السيد المستشار محمود احمد علي ابو النجا محكم عن المحتكم اللي هو النادي الان اللي هو النادي الان وسيد المستشار ضياء الدين محمد الناظر محكم عن المحتكم ضده اللي هو اتحاد الكرة اذا كلهم هيئة قانونية من كبار المستشارين والمقامة بقى بعد كده ودخلت انت اختصرت لان دي يعني ملزمة اه اه ملزمة مش هنقدر يعني فيها الطلبات وفيها يعني كل اسباب التي استند اليها المحكم اذا احنا بنتكلم فيه انا بس كان السؤال الوحيد اللي كنت عايزة اسأله للسيد محمد عثمان كان السيد محمد عثمان المحامي الكبير هو محمد نادي الاهلي اللي هو طالع عابلنا عشان كده ما جبناهش على التليفون بس حد من الاعداد يسأله لنا هي دي اخر درجة من درجات التقادي ولا خلاص كده اه يجوز ليجوز للنادي اللي سنفض ضد الحكم بس هي الفكرة احنا بنرسخ وبنأسس ل علاقة فيها نوع من فرض سيادة القانون ودي الدلالة الكبيرة في الموضوع بشكل حضاري بشكل محترم بشكل فعلا ينتصر لدولة القانون بشكل يأكد على احقية كل طرف يلحق به اي ضرر انه يلجأ بشكل محترم لمركز التسجيل اذا الاهلي بهذا النهج وهذا التصرف بيعزز قيمة منصات القضاء فرض سيادة القانون في الصحة الرياضية منصات القضاء وليس منصات الاعلان بالزبط رقم اتنين عندك مركز تسوية فيه نخبة من السادة المستشارين المستشارين الاجلاء وبيتم او بيحق لكل طرف بيلجأ للتحكيم اختيار واحد منهم وهناك محكم مرجح انت اختصرت فترات التقاضي انت وديت المسألة لمركز مختص بالنزاعات الرياضية وفقا للمواسيق الولمبية والمعايير الدولية انت كمان فرضت الهدوء في الصحة الرياضية انت ملاجأتش للضجيج ولا للسريخ ولا لإثارة المشاكل ولا لتحدي التحدي الكورة ولا ولا التحفيل ولا الإفرهات ولا كلام اللي محصلش كل دا ما حصلش بالعكس انت سبت الناس يقولك حانفي وسيد وحسن ومحمد وكل الكلام اللي بيتقاله هو رجع ولعب وانت بتمشي في مسارك الرياضي والقانوني الرياضي بكل احترام وانضباط والتزام بالقيام الرياضية بتنافس لغاية اخر ده اخر لحظة وبتكسب بطولة الدوري اللي انت كان البعض يظنك بعيد جدا عنها رقم اتنين انت رحت كمان للشق القانوني اللي اسست بيه حقك الحضاري في اللجوء للمحكمة طيب في طلب من السيد محمد عصمان انه يعمل مداخل السيد محمد عصمان المحامي طيب السيد محمد عصمان هنكلمه لا هو مزاعر ان هو معنا يا جماعة هو طيب يلا فانت هنا هي دي المسارات اللي جمهور الاهلي لازم ان يعيها واللي لازم يثمن ويقدر ويدرك قيمة التصرف الرياضي الحضاري المحترم لمجلس ادارتنا دي في الاخر مركز التسويع بيقر حقية الاهلي في كل ما لجأ اليه هو في نقطة وبيقول الاتحاد الكورة انت لما مددت الموسم بهذا الشكل وكانت عندك كل الاجندات واضحة ليه 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 اثرت هذه المسألة وليه اضرت بالحقوق الطبيعية للنادي والاطراف المتنفسة قد يقول قائل يا استاذ ابراهيم يقول ان اتحاد الكورة كان في بعض المؤجلات عشان تعرضها مع الاجندة الافريقية والارتباطات العربية ولكن ما عذره وحجاته في تأجيل الدوري لبعد البطولة ما كانش فيه اي مبارد احنا خلاص مش عايزين بقى مش واخدينها يعني برضو ان احنا كسبنا لا 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 ما هيش كده خالص لازم الناس تفهم يا جماعة من فضلوك انا بس عايز تاني واكد استاذ ابراهيم معلش لان كفانة تحفيل على بعض احنا كده بنطمئن على النادي الاهل بنطمئن على قدرة اللي هي اصلا مش محل شك ولا يعني اختبارات قدرة ادارة النادي الاهلي على ادارة ازماته وقضاياه عمما معنى على الهاتف دون تحفيل ولا تهويل ولا تهليل معنى على الهاتف المحامي الكبير الاستاذ محمد واصمان محامي النادي الاهلي في هذه القضايا استاذ محمد اهلا بيك مساء الخير يا استاذ ابراهيم على حضرتك والبشمون سعد لي وعلى كل مشاهدينكم الكرام مبروك هذا الحكم للقانون والساحة الرياضية اللي بيأسس وبيعزز حاجات كتيرة في الانتجاه الصحيح اه بالطبع حكم اضافة ويعد انتصار واضح لكل اللي قاله النادي الاهلي وكل مطالباته ومناشداته والحكم ايضا اوضح ان هناك خطأ وهذا الخطأ يستوجب الضرر بعيدا طبعا عن الاختيمة المادية لكن في النهاية الحكم ارثى مادة واكد على صحة وسلامة موقف النادي الاهلي في كل ما طالب به وردا على استضاح البشمون سعد لي عما اذا كان الحكم ده نهائي ولا يجوز استقناف ولا هذه الاحكام يجوز استقنافها لاطرافها اي النادي الاهلي او السحاد الفورة خلال اربعين يوم واللجنة القانونية ستبحث ما اذا كانت استطاعنا الحكم بالاستقناف من عدم خلال الساعات القادمة ان شاء الله طب ايه الجهة المختصة بنظر الاستقناف يعني ده مركز التسوية ايه الجهة المختصة بنظر الاستقناف ايضا بموجب لايحة مركز التسوية للتحكيم الرياضة المصري هناك هي استقنافية دي اللي شكلت مؤخرا مش كده نعم دي اللي شكلت مؤخرا من قبل اللجنة الاولمبية اه لا دي منظمها على لايحة واللايحة دي معتمدة ومنشورة في الجريدة الرسمية زي قانون او دستور مركز التسوية لايحة مركز التسوية هي دستور هذا المركز وتبيخ لاطراف القصومة اه الطعن على هذه القرارات الصدرة من من هذه الهيئة امام لجنة اعلى او هيئة استقنافية في ذات المركز ايضا وده يبقى حكمها اللجنة الاستقنافية دي هو اخر درجة ولا فيه بعد كده الحكم الاستقناف هو الحكم النهائي والواجب النفاذ وما يروحش بقى بيجل اي جهد او ليه حد لا الحكم بيتم اذاعه ويزيل باستيغة تنفيذها عقب صدوره من الهيئة الاستقنافية ويتم تنفيذه فورا طيب انتوا بتدرسوا كنادي اهلي اوجه الاستقناف وده غالبا ستبقى في النواحي المالية يعني لكن احنا خدنا تقريبا في كل طلباتنا احكام ولا فيه طلبات كنا محتاجين احكام فيها لا الهيئة يعني اعظم وافضل ما في هذا الحكم ان الهيئة انتصرت للنادي الاهلي واكدت على احقيته في كل ما صدر بعريض الدعوة واكدت ان هناك اخطاء وتضارب في ادارة المسابقة او قالت بالنص كده ان الاتحاد لم يطلع بدوره تجاه النادي الاهلي مما اصاب النادي الاهلي باضرار طب انا عايزة توقف عند حتة فنية سيبك بقى من الاحكام التانية الجزء الخاص بالغاء المسابقات زي المسابق السبعة وتسعين مما الحق الضرر وانه ما قدرش يساوى لعبته ما قدرش يستفيد منه بالشكل الواجب وهل ده ممكن يترتب عليه الزام فني في العمل الفني للاتحادات بعد كده اه الحكم طبعا محتاج الكل او كل المهتم بالمسألة الرياضية او المنظومة كورة القدم تحديدا الجهات الادارية مطلعيته لانه هو اكد على سوابته على امور مهمة جدا فيما يخص الغاء موسابق السبعة وتسعين الاهلي قال ان تم الغاء هدونا اختاره بوقت مناسب ودي ايضا ترتب عليها اضرار لكن في مشكلة في القضية ديت انك عشان تقدم دليل مؤتبر بهذه الاضرار وقيمتها قد ايه دي مسألة ممكن بيبقى فيها تفاصيل كتيرة جدا انما الدرر سابق بوجه بالحكم انما قيمته قد ايه تفاصيله ايه دي مسألة تانية فيما يخص الاثبات يعني في بعض الامور في هذه القضية كان بيتعذر اثباتها لكن هي واضحة ومؤكد ان هي وقعت لكن مسألة اثباتها فيه نوع من الصعوبة السوية زي الاضرار اللي الامت بالنادي الاهلي من جراء الغاء موسابق السبعة لا اثبات قيمتها انك انت فيها هتقول انا كان عندي كذا لعيب اتطررت اصيبهم بعضهم ببلاش وبعضهم بقيم اقل وبعضهم لا دي سهل صدقني يعني بس اما تنمي بس يعني لجمة التسويق لجمة التسويق هتحسب لك الحزن فرق لجمة قد مقدم ملف ضخم جدا طبعا واني اللجنة القانونية بازلت جود كبيرة واني فرق سبعة تسعين دي فيها ملايين لكن فرق سبعة وتسعين دي فيها ملايين اتفضل اه يعني المجل الاهلي مقدم ملف ضخم جدا 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 وموسق كتير من المستأنفات مترجمة لكن الحكم في النهاية له احترامه وهنرحس مدى استأنفه من عدم مقلال استعافي القادمة ان شاء الله ما في مبدأ يعني برضو منطبق هنا لا يدار مستأنف باستأنفه اه لا لو الطرفين يستأنفه لو الطرفين يستأنفه يتنظر كاملة يستأنفه من حق الهيئة ان هي تنظر الموضوع بالكامل اه اه تمام ماشي الاتحاد ما اعلنش موقفه وبعد مش كده لا الاتحاد حتى الان لم يتصل علمي بانه اعلن موقف وطبعا الاتحاد يتخذ ما يرى مناسبا بالنسبة له هذا شأنه بالتأكيد الاتحاد كان لوحده ولا كان فيه انضمامات تانية في الشق العاجل طبعا حصل احنا هذه الدعوة طلبنا فيها بشق عاجل ان يصدر قرار بإنهاء الدولة قبل 36 اه في دعوة الشق العاجل تدخل نادي الزمانك وطلب تأجيل لسداد الرسوم لكنه لم يستكمل الاجراءات بعد ما تم تأجيلها الاثنين سبعة دخل الزمانك طرف مع الآل ولا مع الاتحاد لا مع الاتحاد لا الزمانك تدخل منضمن لاتحاد الكرة منضمن لاتحاد الكرة هو طالب بوقع كان عاجل التأجيل اه فدخل في الشق العاجل تماما يا عوصر محمد شكرا يا فاني نورة المحكمة شكرا جزيلا للمحامي الكبير الأستاذ محمد وطمان المستشار القانوني للنادي الاهلي كمان عايزة أكد ده مش انتصار للنادي الاهلي يا جبعة ده انتصار لقيمة التصرف الرياضي الحضاري اللي نتمنى انه الكل ينهج هذا النهج عندك مظلمة عندك شكوى عندك طلب عندك محكمة مختصة بمنتهى الوضوح الاتحاد وهو بيتصرف وهو بيحط جداول لازم ان يبقى شايف ان فيه عيون مراقبة لازم ان يكون عارف هو ده اهم حاجة بان مش كل الاطراف هتقولك سلام مربع ده اهم ما فيه الموضوع مش هتحول كل الاندية اللي عندها ضرر مش هتتحول الى متلق سلبي تنفذ كل ما يرد اليها من اوراق اه هتنفذوا احتراما للقرار الاداري وللقنوات الشرعية لكن في نفس الوقت يمكنها ان تنهج هذا النهج الحضاري المحترم اقرارا للحقوق فانتمنى اذا كان ده بيأسس لقيمة سيادة القانون في المنظومة الرياضية قيمة التصرف الحضاري اللي انتهج والنادي الاهلي ايضا بيقول لكل الجهات الرياضية المسؤولة اللي بتحط مسابقات واللي بتشرع قرارات واللي بتفرض موعيد لا راجع نفسك كويس اضبط اجندتك صح حط موعيد ملأمة حاول تحترم باي قدر معايير الشفافية والنزاه لانه في النهاية في عين العدالة مراقبة نتمنى انه هذا الحق بهذا الشكل وبهذا المضمون الواضح جدا يؤسس قيمة فرض القانون في الساحة الرياضية وده اللي ظهر من نهج النادي الاهلي باشموندس حتى جاء هزر الحق اهمية اهمية الانتصار للنظام ايوة الانتصار للوائح يعني هو حكم كويس وتاريخي ويجب ان السفاد منه ما يتخذش بعيند برد قلنا ما فوش مين كسبان ومين خسرات اللي كسبان هيبقى النظام والتنظيم والرياضة لان كل الطلبات كانت طلبات منطقيا والدليل على كده ان الاهلي لأب وكمل وكسب يعني ما كانش بيهرب من المطشاة صحية وهو ده الوضع النهاردة يعني هو الاهلي هو بيتكلم بيتكلم وهو ماشي في طريقه ايوة انما انا برضو يعني لان احنا قلنا اسبوع الحقوق طيب هذا الحكم له ظلال على اللي حصل الاسبوع ده في ازمة الدوري هنجيلها في وقتها باستفادة شديدة جدا لا اه لكنه سليمان كلبالي لعب هرب من النادي الاهلي الناس قلت لك خلاص حق ضاع واللعب انتقل للنجم الساحل ايه اللي حصل لا هو هو ظهر على الاتفاق ظهر الآن ولكن هو كان خلصان من قبل الموسم ما يبتدي ايو بتفاصيله ايو مليون وربعمائة ألف دولار للنادي اه طبعا وكان فيه إسرام من النادي انه ما يتنزلش هي البداية قاله تسعمائة ألف دولار وعلى خمس سنين اه النادي الاهلي اثار لا ده حكم محكمة وامش من حقيقنا ان احنا نتنزل عن مليم ايو والحقيقة كان يسندنا في هذا الموقف من الناحة القانونية بالرأي ال ال الصارم فيه المستشار حلمي عبدالرازي ده حكم محكمة ينفعش نتنزل عن مليم فيه طريقة الحصول عليهم وهي اللي كانت اه قبله للتفاوض بعد وفد قاعد معنا اتفاوض واتفقنا هيدفع ازاي يعني تقريبا الحكم اللي بتنفس ده هو تفاصيله كانت متاخدة لكن ما كانش الجانب التونسي مجاهز نفسه يد الضمانات المالية بالجدولة السليمة يدفعها على أربع اه مش مسألة يدفعها على كم قص بضمانات ايه ايه متى موك تيجي في معادة القص واتدخاني معاك فأضية جديدة ايه اتأخر عارف عضية لا احنا كنا عايزين نصل الى اتفاق يدمن بدون اللجوء الى اي قضاء بقى ايه يبقى فيه اجراء مالي صارم انه هو هتاخده هتاخده بالزبط فلما جاهزوا نفسهم خلاص الموضوع قيد التنفيذ فتم حسم هذا الامر اذا مليون وربعمائة الف دولار للنادي الالي من اللعب من النجم الساحلي قيمة انتقال اللاعب الهارب سليمان كولبالي وده كان تنفيذا او انفازا لحكم صادر للنادي الالي من المحكمة الرياضية الدولية بهذه القيمة التعويضية اللي النادي الالي حرص على انه ياخدها بالكامل من النجم الساحلي وإلا كان هيعتبر مدعان الكلام عن اهدار مالعام انت صدر لك حكم بهذه القيمة التعويضية فلا تقبل بأقل منه يعني كان فيه وناس يقول لك ما هولي تاخده تلحق تاخده ما هولولد ممكن يبطل ما هولولد مش عارق ممكن يحصل ايه انا مليش دعوة اه انا اتمسك بحقي ها من هو ده المبدأ ايو مش ان احنا في عملية انتقام من اللاعب لا واسيبك طبعا ما فيش انتقامة لا انما هي عملية ايه بارجنج ده ما بقولوا ايه ما هاش عملية تفاوضية ما هاش عملية تجارية ما هاش لا ده حق حق انت اضرد وجالك حق ليه تفرط فيه بالضبط هاخد هذا الحق طيب ايضا كان من ما انا بقول لكم ما دع حق وراءه مطالب والاهل لما بيطالب بحق وبيسلك كل الطرق القانونية في منتهى الهدوء والرصانة والاحترام لكل الاطراف حتى المتنازع ضدها او حتى المتنازع معها يعني الاهل ما تجوزش في حق اتحاده الكورة وهو بيلجأ ضده مجلس اليدارة السابق بالمناسبة على فجرة كله بقالي ده ما هو كان نزاع قانوني الاهل إيه جاء له والاهل اه والاهل حتى هو بيتفاوض مع النجم الساحلي اللي ضم هذا اللعب الهارب بينهم كل الاحترام والتأدير الشركات الرعية اللي كانت متعقدة مع النادي الاهل سواء شركة سبورتا للملابس الرياضية اللي النادي اخذ احكام في تنظيم حقوقه تجاهها او شركة صلة او كمان شركة مسك للانتاج العلامي في خلافها الكبير مع النادي الاهلي بشأن القناة الاهلي النادي كان صدر له حكم اه هذا الاسبوع ازل السطر نهائيا على ازمة الاهلي مع شركة مسك للانتاج العلامي بعد رفض المحكمة او محكمة النقض اللي تقدمت به الشركة في حكم سابق لصالح الاهلي قال للأستاذ حلم عبدالرزق المستشار القانوني للاهلي ان أزمة النادي مع مسك انتهت بحكم تغريم النادي بمبلغ او تغريم الشركة بمبلغ 135 مليون جنيه في عهد المجلس السابق قال حلم عبدالرزق الاهلي ام في بداية الامر بابطال الحكم الصادر لصالح مسك بتغريم النادي كان في الاول حكم طالع بتغريم النادي 135 مليون جنيه خلال مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر وما ترتب عليه بعد قيام الشركة بفسخ التعاقد مع الأهل وأضاف عبد الرازق بعد إبطال الحق قامت شركة ميسك بعمل نقد برقم 1355 لسنة 88 تحددت له جلسة يوم الخمس الماضي بتاريخ 10 أكتوبر 2019 لكن المحكمة رفضت النقد وبالتالي أسدل الستار على الأزمة ولن يتم تغريم الأهل مليماً واحداً يعني ميسك كانت واخدة حكم بتغريم الأهل 135 مليون جنيه تعرف الحكم ده؟ أه الحكم ده كان فيه جزء إيه؟ جزء وسيط حكم لصالح النادي الأهل بمبلغ وسيط حاجة و30 حاجة و20 مليون جنيه فلأنت اتحكم لك فيه أي؟ الطعن كان على الغرامة اللي عليك أنت بقى وكسبته أو الدرجة أي؟ طيب كسبتها تاني درجة أي؟ هو قيمة الحكم ده من ناحية الأدبية طبعاً رائع أي؟ من ناحية المادية وفر عليك مبلغ هائل أي؟ لكن هو له زاوية تانية أنت مشك كانت راحة حجزت على مستحقات الأهل في رمضان صبحي مبلغ كبير جداً وعلى أرصادة النادي؟ لا لا ده بره أرصادة النادي هنا ده خلص أنا بكلم كان ليك فلوس عند النادي اللي خد رمضان الإنجليزي أما ليه؟ أه أول ما دفع راح حاجزين على القيمة أول ما خدوا الحكم هم قالوا لهم فيه تقاضي والحكم أهو أول قصة جي راح حاجزين عليه مش جيه هم ما تحركش ما تحركش ما تحركش أه ما له أحاجز عليه إزاي؟ أه فانت ليك دلوقتي مبلغ كبير قوي يعني بإذن الله راكد هتاخده الفطرة الجاية دي من من النادي الحكم ده سلك المسال ستوك سيتي أه أه مش ستوك أه اللي هو خد رمضان أي لأنه خد رمضان وباعه وعليه فلوس أي فأنت الفلوس دي دلوقتي من حقك أنك أنت تطلبه وتخده على طول لأنه دي فلوس مفروض أنها متجنبة صحيح أكمل الأستاذ حلم عبد الرازي القصة تعود إلى صدور حكم تحكيم لصالح ميسك السعودية في الدعوة رقم ألف واربعة لسنة ألفين واربع تاشر صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة لأهل للإنتاج العالمي والنادي لأهل للرياضة البدنية بإلزام المتحكم ضدهما بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ مية خمسة وثلاثين مليون جنيه وذلك بتاريخ تمانية وعشرين أكتوبر الفين وسبعتاشر وكان ذلك في عهد مجلس الإدارة السابق المجلس الحالي برئاسة الكابت المحمود الخطيب أم بإحالة ملف القضية إلى حلم عبد الرازي المستشار القانوني للنادي أشار بدوره إلى ضرورة إقامة دعوة بطل هذا الحكم إلا أن شركة ميسك لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن على حكم البطلان بموجة بالطعن سالة في الزكر لكن الطعن قبلة بالرفض لينتهي الأمر تماما ويلغى حكم تغريم الأهلي وينقذ مية خمسة وثلاثين مليون جنيه من النادي الأهلي تمام إذن هو أسبوع أحقاق الحقوق أو الأهم الماضية كانت كويسة جدا بما فيها طبعا ما تابعناه خلال الأزمة الماضية وقال جوء الأهلي يبقى شيء يبقى مصير الشكاوى اللي كتبها النادي الأهلي إيه إلي الجرام أعملوا الرد اللي شايفينه يعني يحفظ الحقوق ويدافع عن النظام ويعني يعني مش عايز أقول كلام عشان عشان مجراش بوحي بالمناسبة قبل قليل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شارئ لعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون يوم 19 أكتوبر الحالي كما قررت اللجنة إيقاف رجان ساسي لعب وسط الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الانظار الثاني فيما تم إيقاف سيف الدين بن عاصم الجزير لعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة جاء ذلك ضمن العقوبات المقررة عن مباراة الجولتين الرابعة والخمسة لمسابقة الدور الممتاز حيث تم إيقاف أحمد مدبولي عبد الرحمن لعب الإسماعيلي مباراة للحصول على الانظار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرص الحدود وموسى ديوارا لعب الانتاج الحربي مباراة لحصوله على الانظار الثالث أيضا في لقاء فريقه أمام إنبي حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه أمام بيرامنتز هو ما خدش طالث انظارات في الماتش وغاد انظار كان عند انظارين قبل كده فلي بياخد طالث انظارات في طالث مبارايات أو في مبارتين لا في مبارت مبارات بيتوقف إذن أزمة الدوري وما حدث فيها خلال هذا الأسبوع من جلسات واجتماعات وجلسات ودية رسمية رفيعة المستوى امتدت عدة ساعات صدرت بعدها قرارات وبيانات وفيها مواقف كتيرة جدا جزء منها يأتي تحت مظلة ما صدر من حكم المهم من مركز التسوية اليوم لأنه في النهاية الرابط واحد والموقف واحد والهدف واحد بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد زي ما قلتلكوا قبل الفاصل هو يعني أو هي أيام إقرار الحق زي ما لمهم سعاد لاستهل الحلقة بيها لكن كان فيه تفاصيل في موضوعكم لبالي آه طبعا آه مش كله بالي وبس بما أننا بنتكلم على حقوق لازم كل واحد ياخد حقوق صراحة أيها يعني اللي راح بتكريب بقى من كابت الخطيب عشان يفعل ما تم الاتفاق عليه بشكل قانوني وموسق ويدمن حقوق النادي راح وفد من المهانس خالد مرتجي ومونتنيري المحام الدولي المحام الدولي راحوا تونس تمام وقبل المسؤولين الصغرات اللي كانت موجودة وهتحوض دون اتمام الاتفاق تم تدرك وتعامل بقى طبعا عقد سلاسي بين اللاعب وبين آه الأهلي والنجم الساحلي واللاعب بمقتضى النادي الأهلي كل الأطراف متكتفة نه أنها توفي بالتزامات آه لأن اللاعب ماضي وهو برضو خلي بالك أن النجم الساحلي كان يعني مصلحته لأنه هو بيدفع بالنجم عن اللاعب ويجوز بينه وبين اللاعب اتفاق ازاي اللاعب يساهم في هذا الكلام أو يحضر حقوم اللاعب ازاي في هذا الأمر فده شكل من أشكال ضمان ده العقد السلاسي اللي أبرام المهندس خالد مرتجي ومنتنيري مع الجانب التونسي فيه الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي ورئيس النادي الساحلي ورئيس النادي الساحلي وسليمان كلبالي إذن إذن النادي الأهلي يشوف إلى أي مدى حريص ها أنه يعني حتى على شبهة أن يحصل مشكلة لأنه مش عايز أنت تروح تاني في درجة من درجات التقادي متنيري عايش في سويسرا وملم باللوايح اللي هناك ورئيس من الاتحاد الدولي ويعلم الصيغة اللي هي ممكن تكون تحكم هذا الأمر لكن كمان من ضمن المكاسب بالمرة إذن إحنا أسبوع المكاسب كان هناك مبلغ حولة بطريق الخطأ ده مع المجلس السابق من المجلس السابق من النادي الأهلي للصفاقس التونسي للصفاقس التونسي ملي خمس عشرية ألف دولار خلص الموضوع ده كمان الورد ده مرتجي منتنيري مرتجي منتنيري انتهز الفرصة وراح خلص الملغة سيسترده النادي الأهلي إذن هي ديت جهود أبناء الأهلي وقياداته في كل الاتجاهات إقرار الحق وهو هنا مفيش اعتداء عشان برضو واحد يقولك طيما ده عيده مجلس الدارة مكلف المكلف بايه؟ بهذا الملف لا مش بالملف ده بالاتصالات الخارجية بالاتصالات الدولية هذا نوع من العمل تقدر ساميه الدبلوماسي القانوني بس فاستعاد الأهلي بعد كده هذه الحقوق سواء في صفقة جونيور أجيال الحقوق اللي كانت ترحت بالخطأ للصفاقسي أو حسم موضوع كلبالي بشكل تام من خلال وجود المهندس خالد مرتجي والمحام الدولي للأهلي منتنيري أزلت هذه أو أزلت ستارة على هذه الحقوق لكنه خلينا في شأن الكرة والأول قبل ما ندخل في التقيل محمد محمود إيه البخت ده؟ يا أخي حاجة تقطع القلب إيه البخت ده؟ الولد ده له طلّة ودخل قلوب الناس كلها مفيش بيت اتفرج على الولد ده هو بيتكلم إلا ما يحبه بقى نجم من قبل ما يلعب أنا أول مرة شوفها ومش نجم إن هو ده ده الإصابة الأولانية وهتيجي لقطة هو بيقول للورد حرام عليك حرام عليك حرام عليك لأن سحبة الرجل حرام عليك فإنما شوف خدت شألت على فكرة بس أنا عشان نطمن الناس وطمن محمد نفسه آآ ناصر ماهر فات بالموضوع ده روبوتين وهو طالع برضو وهشام حنف اللي هو تفتيك بس أقول الأيام هشام آآ الدنيا ما كانتش عارفة الإصابة دي أول إنما آآ ناصر طلع مع جريده كان عنده 17 سنة آآ أصيب وإلا كان زمانه من زمان يعني هو معلم معلم عند الناس يعني فهو ماشي بإذن الله يعني يرجع لنا بالسلامة لأن شخصية الولد ده رائعة ويستحق أن الناس كلها تحد دي لقطات يمكن في تدريبات مبارح قبل الإصابة على طول يعني حتى كان مقدم على التدريبات بحماس شديد مثلا إن المدرب كان مسترع انتباهه كابت إن شاء غريب في المنتخب الولمبي كان مأجل إعلان القائمة النهائية لحل طمئنان على حالة محمد محمود علشان يدعم به قائمة المنتخب الولمبي في التصفات الأفريقية في كل التدريبات اللي فاتت كان فايا قوي حماسي جدا متلاهف حتى كان بيقول لزماله أنا يعني عطشان كورة قوي طبعا أنا جعان كورة بشكل عايز قد كتير ربنا يصبر وعوضنا عليه خير يعني يعني عوضنا فيه ربنا إن شاء الله فيه مش عليه عوضنا فيه هو خير في المصابة شوف هو يعني ده قدر والإصابة قدر زي أي حاجة بتصيب الإنسان مؤكد إنه هو هيحظى بدعمه ومسندة كل زميله وكل الناس اللي بتحبه جمهور الأهلي الحقيقة وقف معاه جدا وحاسس به قوي لازم يؤمن إنه هو دي بتاعت ربنا وإن شاء الله هيرجع هيرجع آه هيتأخر شوية لكنه لعله خير وإن شاء الله يرجع ويكون في أحسن حالة بإذن الله وأكيد الأهلي على وجه السرعة مش هيتأخر في سرعة سفره بإذن الله لألمانيا وإجراء الجراح ألف ألف سلام على محمد محمود اللي بقى أيقون عند جمهور الأهل الحقيقة لا طبعا ده كل الناس ده حتى يعني فيه تغريدة للتركيا الشيخ ويقوله يعني الناس كلها تعطفت معاه أي حتة في العالم عالجك لأنه طبعا من نادي الأهلي هيتكفل بكل شيء وقدر عليه لك أنا بكلم إن الناس تتعاطف كل واحد شاف الولد ده حبه شو يعني ده يعني؟ أي طيب كابتن سادعب حفيز كمان مدير الكورة بيأكد أنه الأهلي بيحط خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف الحالية قال إنه الجزء الأول في هذه المسألة هيكون معسكر خارجي لمدة أسبوع هيتخلله خوض مباراة أو مباراة أو مباراة على أقصى تأدير الأهلي عنده بعض العروض للمعسكر الخارجي خليجيا هيتم بحثها والاستقرار على أحد هذه العروض الإمارات فيه في الكويت وسلطنة عمان في أي من الدول العربية الشقيقة الثلاثة هيحل الأهلي ضيفا في معسكر لمدة أسبوع المرحلة الثانية بيقول الكابتن سيد أنه هيكون الإعداد في القاهرة بعد العودة إن شاء الله يتم تحديد ملامح هذه المرحلة وفقا لما هيقرره الجهاز الفني بقيادة ميستر رينيف فيلر من أجل الاستفادة للفنية والبدنية على أعلى درجة خلال هذه الفترة قال الكابتن سيد عبد حفيز أنه محمود متولي مدافع الفريق تحسنت حالته كتير وبقى وريب من العودة للتدريبات الجماعية وقال أنه اللعب ينفذ تدريباته اليومية بجدية كبيرة رينيف فيلر كمان اطمأن على حالة حسام عشور كابتن الفريق خلال مران اليوم حسام كان عنده إصابة في القدم تعرض لها في التدريبات الأخيرة وبعد كده فرع الناشئين النادي بتواصل مبارياتها 2005 هيلعب مع 15 مايو بكرة الجمعة إن شاء الله في منافسات الجولة الثالثة لبطولة منطية القاهرة أيضا أرعت البطولة وضعت الأهل ضمن المجموعة الأولى في هذه البطولة 2005 بيقوده أحمد سمير مدير فن ومعه معتزئينه المدرب العام فرق قطاع البراعم في الأهل بقيادة جمال السيد بتاخد مباراتين بكرة الجمعة كمان ده مهرجان البراعم للمراحل السنية المختلفة ده يمكن أبرز ما في أخبار الناشئين طيب الأهل تصرف بهذا الشكل الحضاري والرياضي اللي فيه وأرسى لقيمة وأهمية سيادة القانون في الوسط الرياضي وإزاي يقدر ياخد حقه بالشكل اللائق والمحترم والحضاري اللي بيحفظ الحقوق وبيأكد من خلاله الأهل على احترامه لكل الجهات المسؤولة لكن بيلجأ للقنوات الرسمية القانونية دفاعا عن حقه وعن وجهة نظره فكان أنفاز بالحسنيين فاز الأهل بالدوري وأنصفته المحكمة بأحقيته في كل ما ذهب إليه من وجهات نظر في الموسم المنتهي ظلال هذه القضية بما صدر في نهايتها من أحكام تكاد تكون هي المفسر المباشر للي حصل في أزمة الدوري هذه الأيام الدوري الجديد وإزاي الآله أخذ موقف وإزاي اعترض على بعض النقاط الوضحة جدا وكان أن عقد الاجتماع المهم جدا اللي كان في منزل الكابتن محمود الخطيب هنا في 6 أكتوبر حضر سيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان موجود سادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب ثم انضمت بعض القيادات الأمنية رفاعة المستوى وذات القيمة الكبيرة الحقيقة انضمت للاجتماع حوالي الساعة 6 استمر الاجتماع بين كل هذه القامات الكبيرة سواء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مرحبين بالقيادات الأمنية رفاعة المستوى وبالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي النهاية كان لابد أن يؤكد الأهلي أنه إذا كان ساعة دفاعا عن حقه في هذه القضية في أزمة الدوري أوضح وجهات نظره لكن عندما ظهرت التفاصيل الكثيرة في المشهد أو النادي تمسك بموقفه فيما حدث الجهات المسؤولة الوطنية وضعت كل التفاصيل اللي كانت خافية على الجميع في مائدة الاجتماع تم استضاح الأمور كاملة وفي النهاية أكد النادي الأهلي أن مصر فوق الجميع انتصر الأهلي للواجب الوطني انتصر لمسؤوليته وانتصر إلى واجبه أيضا بشوهندس وده ربما كان غلاف مجلة الأهلي بعد هذا الاجتماع كيف أن نسر الأهلي المحلق العافي القوي هو اللي رافع راية الوطن وهو اللي رافع على مصر لا ده غلاف جميل أو أن مصر فوق الجميع وهو أولا عادي أقوله بس المشكلة الناس بتعالج الأمر بشكل شخصي فيه شخصانة بمشاعر يعني إيه مش بمسؤولية هو النادي الأهلي كان بيحتاج على نتيجة نبراه هو النادي الأهلي كان عايز ما أكسب من هذا الاحتجاج هو كان بكسب النادي الأهلي إيه؟ ده بالعكس يعني ممكن الناس يقولك طب ما كنت لعبت الجونة بقى آه كان مصلحة يتنق بالشكل المادي المصلحة المادية قد تبدو في هذا لكن المصلحة الأدبية والتنظيمية واللي بتحطه نقط على حروف كانت لقى تمسك بإنك أنت تعال بقى نقف نعمل وعفة ونبتدي من أول السطر عشان اللي جاي يتنظم وهو ما حدث مش إنك أنت عمال بتتكلم في مكاسب ديئة في مباراة أجلة عشان أنت عندك لعيب موقوف أو ده مصاب ولا في مباراة السلعبة دلوقت عشان أنت فايق وشاف المنافس مش فايق أبدا أبدا الموضوع يا جماعة إحنا بنقول وآخرتها حتى لو مصلحتي إن أنا أجل أو ألعب مش بتكلم في مش براغماتي يعني مش موقف براغماتي مش بدافع عن مصلحة شخصية آه مش موقف بنشوف لتكسب ولعب إحنا بنقول يا جماعة وآخرتها إنتوا قلتوا عايزين ننظم وإحنا في ريحنا وعايزين ننظم معاكم وبنساعد بالضغط اللي عمله النادي الأهلي إنه ينظم معاه عايزين بقى نتوقف عند هذا الحد كفاية تحفيل على بعض وكفاية إن إحنا نقعد من كسب ومن خسر برى الملعب لأن دي معركة الحقيقة غير لائقة ونكرس كل المنافسة داخل المستطيل الأخضر بس يا رب بكل العناصر تساعد على إن المستطيل ده كمان ما يشهدش حاجات برى الملعب ده مهم جدا طيب بعد ما انتصر الأهلي للمصلحة الوطنية العليا بعد أن اتضحت الرؤية بعد أن غلب الجميع مصلحة الوطن في هذا الظرف فوق كل اعتبار بما يحفظ حقوق الأهلي أول هذه الأطراف الوطنية لأنه حقه أنه يحافظ لبلده على قيمتها واستقرارها وأمنها حقه في أنه فعلا يسود الساحة الرياضية هذا الهدوء وهذا الاحترام وهذا التقدير حقه أنه يطالب بفرض سيادة القانون على كل أطراف المنظومة حقه أنه يسأل ماذا عن ما حدث أو ماذا حدث فيما تقدمت به من شكاوي ومن المذكرات بشكل حضاري جدا وشكل رياضي وشكل قانوني وشكل يدافع عن قيمة مصر لأنه الدفاع عن قيمة هذا الوطن والوطنية هي بالموقف بالمسؤولية ليس بالإدعاء أو بالكلام بص أنا حرجع تاني خلص دي مسألة بقت واضحة جدا أنا عايزة أرجع تاني للعنواة بتاع المجلة أي لأن الحقيقة مش هتديني أي مكافأة ولا أي هدية لا ما هو سنة ولا تعزمني حتى تبقى لك شهري مكافئتك أيوة هنا أنا حنصفك لأن أنت تعرضت للنقد من بعض الناس اللي ما قدرتش تستوعب مسؤولية الموقف وابتدت تزايده كأنها هي وضعة هذا الشعار شعار الأهلي فوق الجميع حكيناه أكتر من مرة انتخابات 92 انتخابات 92 كان نازل بالتانية كمان بالتانية نوفمبر 92 وبرضو هقول ليه نزل 17 واحد مع الكابتن صالح ما نزلوش عشر لأن كان قابليها المجلس الانتقالي وكان الكابتن صالح كان استقال سبعة أو تمن أفراد من المجلس بتاع كابتن ثمانية من كابتن عبد صالح واحد ولما الثمانية دول استقالوا اختضر الأمر طرح الثقة بقرار من الوزير المحنك سياسيا جدا القريب القريب دكتور عمينا معمارة دكتور عمينا معمارة قال لي احنا نعمل انتخابات بس هنعمل في النفس السندوق حاجة ايه سحب ثقة لو تسحبت الثقة حنفرز الانتخابات ونشوف مين المجلس الجديد لما تسحبتش الثقة يبقى ما فيش انتخابات ومش هنفرز تمحتاج ثلاثة واحد وطبعا كان سحب الثقة بينظمه حاجة صعبة انك تاخد التلتين زئد واحد اه التلتين زئد واحد شلسية عدد الأصوات زئد واحد اه فكان صعب انك تجيب التلتين طبعا طبعا عايزين يسحبوا الثقة من اللي قالي لأون مرة اللي حصل بقى ان كابتن صالح ما كانش عايز ينزل الانتخابات دي اه على عكس الناس ما يفهمه واوحوا لكابتن عام صالح لو عش ان كابتن صالح سعى ليس قطر ما عشلته دي عملوا هذا الكلام وده كان بقى عندي عندي في شبرامانت في شبرامانت في وجود لجنة الحكماء الحقيقيين رياض قوازة رحمة الله عليه منعبش اه 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 عطية كلهم قامت ومختار ابا مختار ابا زاظن اه دكتور حسن مصطفى شلة من كبار الاهلي اه لأن الكابتن صالح كان رافض ينزل الانتخابات قالوا ما انخذت دورتينه وقلت كفايا عليه يا كابتن مصطحة النادي الوقت هيحصل صح بثقة وحيحصل انتخابات جديدة انت انت الوحيد اللي ممكن تلم هذا الشرخ في الفترة دي اشترت شرط قال على شرط ولا واحد من اللي استقالوا بالمناسبة دي صلقت يا جماعة اللي كان على كابتن صالح وراه لو فيه صورة موجودة هي عندنا في المجلة في الندوة احدى ندوات 92 كان احد الوجوه الجديدة اللي قدمتها ساعتها فالكابتن صالح قال مش هتلاقي عشرة قداد ينزلوا معنا وامش عصعب عليكم يهو برافو ادي لقطة الاهل فوق الجميع في اول ظهور اللي المهانس عادل بيقولوا في اول ظهور لهذا الشعار في انتخابات نوفمبر 92 وانا انا علمتها بتقولوا الكابتن صالح شكرا في الاعداد الحقيقة بس خليني عشان نتوشي مننا دي لان دي مربط الفرص دي اللي افرزت الشعار ده ايوه شوف قوة الكابتن صالح وشوف عظمة المجموعة اللي استقالت الاستقال كان كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب النائب عبد المجيد محمود كابتن محرم الراغب الدكتور عمرو علواني الاستاذ حسني غانم سبعة او تمانية استقالوا كابتن صالح علوم انتوا استقالتوا وترتب على هزي الاستقالة طرح ثقة بالمجلس ولا واحد فيكو ينزل معايا الانتخابات دي لإثبات انه ده كان موقف غير ده ملكوش انه كنتوا استقالتوا للصالح العام مش للمخلحة الشخصية مش انتوا غيرتوا القيادات النادي ورجعتوا لا ولا واحد منكم ويكونوا كل الموجودين ولا واحد منهم في المجلس السابق ووجوه جديد حسسني اتنين هو ال كده اللي هو مبروك متولي وعدل القيعي لانه ما كانوش في المجلس السابق وانا محتاج اتنين من اصحاب الخبرة والباقي جديد مش هتلاقوا قلنا له هنجيب لك كابتن كان شرطه لحد بقى استاذ محمد عبدو ابراهيم المعلم مع احتفاظي بالالقاء بقى حسن بدراوي اللي هو سفير نور اللي هو سفير نور اللي هو فاروق رجب اللي هو فاروق رجب رشحه استاذ صلاح السعداني سفير ساميح انور لا ساميح انور بالتعيين بالتعيين وده له قصة برضو مهمة جدا بعدين نحكيه ده كان مساعد وزير خارجية وكان بنصالح اصار ريعينه عشان كان عايزه يجي الوكيل ويمسك المكتب التنفيذي بس ما حصلش ده وجه بس رفض يمسك المكتب التنفيذي هحكي القصة دي بعدين لكن انا بقولي القصة دي طبعا لما خلصت المرحلة الانتقالية اصبح فيه تمانية مكان تمانية جم واصبحوا ليهم اداء من حقهم ينزل الانتخابات بالظبط اللي هي فترة السبعة شهور من فبراير طيب والثمانية بقى اللي قال لهم الكابتن صالح او السبعة اللي قال لهم الكابتن صالح ما تنزلوش معايا عشان ما تستفدوش من استقالتكم حقهم يدخلوا لازم يدخلوا لان هذي الخبرات بقى الحقيقية التقيلة بالظبط فيه ناس اسبات التوجودها في المجلس المؤقت وفيه ناس اسبات التوجودها سابقا ولازم تكون موجودة كابتن حسن حمدي كابتن قطيب كابتن محارم كابتن دكتور عمرو علواني سبعتاشر واحد سبعتاشر مطلوب عشر اه ومحتاجين عشرة مش عارفين طلع ان ايه طب نخلي سبعتاشر واحد يكتبوا تنازل والكابتن صالح ينقي مع لجنة الحكماء عشرة منهم يقطع التنازل بتاعهم ويدخل الباقي ويبقى ينزل بقيمة محددة مغلاقة الكل استقال ووضع امره للجنة الحكماء لا ستتاشر واحد كتبوا واحد بس ما كتبش وقال انا معاكو بس انا عايز انزل فالكابتن صالح قده شواء كده وقال بدم واحد اعترض كله ينزل وانتوا بقدروها لصالح النادي الاهلي وريني هتعمله ايه يعني ايوا لصالح النادي الاهلي وريني هتعمله ايه وانا يعني فانت قلت خلينا نقول الاهلي فوق الجميع قلت لهم هننزل بشعار الاهلي فوق الجميع كابتن فوق الجميع من السبعتاشر واحد دول هنغلب مصلحة النادي الاهلي والسبعتاشر واحد حيساعدوا بعض يعني ما نروح بنلف بنلف السبعتاشر مع بعض وبنقول للناس اختاروا عشرة مننا وانا كنت المتحدث في هذه العملية فما كنا بنروح حتى يقولك اشمعنا يعني الاهلي فوق الجميع ايدي نشرح لهم في كل مكان احنا السبعتاشر ارتضينا بهذا الشعار وكتبناه على اللست وكتبناه على المضبوعات بتاعتنا وكل شيء مش في هذا السياق البعض حاب ياخدوا برا هذا المضمون فما زلت بقول داخل النادي الاهلي اخوانا الاهلي فوق الجميع خارج النادي الاهلي مصر فوق الجميع فاللي زايد عليك واتكلم وقال لك انت كده بتتغول او بتعتدي على شعار لا انت مش بتعتدي انت بتحط المعنى الحقيقي في هذا الاهلي في اهدياتي ليك يا براي طيب هو بس علشان انا يعني المهانس عادة لما بتكلم في حاجة بتكلم بشكل توسيقي لكل الاجيال ولما حكى وقعت انه هكذا ظهر شعار الاهلي فوق الجميع وقصته ايه قصته انه فيه 16 واحد مرشح او 17 واحد مرشح والكابتن صلح قال لهم خلاص فكان ان المهانس عادة وكان فيلسوف هذه المرحلة بالمناسبة كلنا كنا كنا صاحبين بنتعامل معاه انه ده الفيلسوف الاعلامي للنادي الاهلي احنا كنت مكلب بها انا كنت متحدث الرسم كان المتحدث الرسم اللي يدير كل هذه الندوات بل هو اللي ابتدع فكرة اقامة ندوات منظمة لكل السادة المرشحين في النادي فنحت شعار خلاص يبقى الاهلي فوق الجميع ظهر الشعار ده في هذه الندوة في هذه الفترة انتخابات نوفمبر 92 اللي بتستمر من نوفمبر 92 لنوفمبر 96 اي حد عنده اي ورقة تقول انه فيه شعار الاهلي فوق الجميع ظهر قبل 92 يقوله لانه فجأة في حتة التاريخ الناس نسبت هذا الشعار لعمر بكلطفي والناس اخدته منهج انه حتى الشباب في السوشيال ميديا لما تكلم حد وتقوله يقولك لا الاهلي فوق الجميع الاهلي لجنة المسابقات قررت كذا لا مش هننفذ الاهلي فوق الجميع لا غلط غلط اتخذت بمنطق الفتوانة بما لا يليق بالنادي الاهلي وهذا يضر بمصالح الاهلي ويضر بمصالح الاهلي لان انتم شفت النادي الاهلي الحقيقي بتصرف بشكل حضاري وقانوني ازاي وده اللي احنا لازم نوعي الناس بيه ولازم نصحح المفاهيم انا عجبني زميل محمد مصفى مدير تحرير البرنامج لقيته حاطط على السوشيال ميديا صورة لجمهير الاهلي اعتقد سبعة وثلاثين يعني سنة سبعة وثلاثين او تمانية وثلاثين ستة وستين رفع شعار الاهلي يا مدرسة لعبوا فنوا هندسة في نهاية كاس مصر الترسانة الاهلي والترسانة نهاية كاس مصر ستة وستين وسامي يوسف سجل الهدف اللي يفطل لمحطوطة في المدرج ومنشورة في احدى صحف دار التحرير الاهلي يا مدرسة او كتاب صادر عن دار التحرير محمد لما بفحق طيب هذا الكتاب صادر ستة وستين وفي المدرج الاهلي يا مدرسة لعبوا فنوا هندسة لو جاهزت صورة هتشوفوها لكنه وكان يعني رد توسيقي يحترم عطاء كل الاجيال يا جماعة لو في هذا الشعار ظهر لأي نادي آخر غير النادي الاهلي قبل سنة ستة وستين يبقى مش بتاع النادي الاهلي بدأ اي حد عنده اي اصاصة اي ورقة اي شكل من اشكال النشر فيها انه هذا الشعار الاهلي يا هندسة الاهلي يا مدرسة لعبوا فنوا هندسة مش بتاع الاهلي سنة ستة وستين في نهاية كاس مصر الاهلي والترسانة يبقى الاهلي مش بتاعوا هذا الشعار ظهر لحد بعد كده ده قضية تانية خالص مش هنتكلم فيها لكن ده بمناسبة انه الاهلي فوق الجميع ظهر في انتخابات نوفمبر اتنين و تسعين تعظيمة لهذه على الانتخابات احنا الزمنا نفسنا بهذا لكن مش بنتعالى بيه على حد سادة المرشحين الزموا نفسهم بده هنتنافس لصالح النادي الاهلي هنسعى ان كل يكون في صالح النادي الاهلي فلما ييجي النادي الاهلي نفسه دلوقتي يستقبل رئيس النادي وزير الشباب والرياضة ممثلا للحكومة المصرية استقبل قيادات امنية رفاعة المستوى والقيمة ويجتمعوا بمجلس ادارة النادي الاهلي واستمر الاجتماع 8 ساعات ويتم طرح كافة تفاصيل المشهد الرياضي ويتم التأكيد على نقاط كتيرة مهمة هنشوف نتجتها دلوقتي تكون النتيجة ان النادي الاهلي هذا النادي الذي لم ينشأ الا لاهداف وطنية نشأ في رحم الحركة الوطنية نشأ في احضان جهود الافزاز ينتصر الاهلي لمصر ده دي صورة الاهلي يا مدرسة لعب وفن وهندسة مشجع الاهلي في مصر الجديدة هم اللي جايين يحضروا ورفعين الاهلي يا مدرسة لعب وفن وهندسة ده الصورة اللي وضحها الزميل محمد مصطفى النهاردة شفتها في السوشي بيدا نهاية كاس مصر بتاع عبدالله يوسف نهاية كاس مصر وسامة يوسف عبدالله اه ستة وستين اي حد عنده الشعار منسوبا لأي منافس محترم شخيق قبل ستة وستين لو شفناها هنقول ده مش بتاع الاهلي او ده مش صنعة في الاهلي او ده مش نوحتة بفعل جماهير النادي الاهلي فلما النادي الاهلي في موقف هذا الاسبوع ينتصر للقيمة الوطنية وينتصر لمصلحة الوطن تبقى مصر هي اللي فوق الجميع انت عارف يعني عطفا علمتها قلت يا مهندس البعض بيلومني ان انا سلبت الاهلي شعاره لا 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 ده انت بتفسر وتوضع ده اخطر شي على النادي الاهلي ان احنا نسمح للاجيال خاصة الاجيال المحبة للاهلي من الشباب الصوبيع انك تخط الاهلي في مصف الوطن لا خالص الاهلي لما قلنا الاهلي هو الابن الغالي لمصر الاغلى لازم ان الامور الاهلي يا جماعة نشهد من اجل هذا الوطن الاهلي نشهد من اجل هذا الوطن فما تسيبوش اي اطراف تدفع بالنادي الاهلي في غير ما انشئ من اجله الاهلي محدش حرص ابدا على خدمة وطنه قد النادي الاهلي فبالتالي عارف ازاز ابراهيم بس انا بس عارف الاسبوع اللي فات ده عارف صورة المجلس الادارة ده عارف الاعداء اللي قعدوها في بيت الكابت الخطيب عارف ما تحمله الكابت الخطيب ومجلسه من حانفي مش حانفي وحترجع في كلامك ويعوده لحد ما تصدر الاحكام دي ده معناها ايه انه هم فعلوا الاهلي فوق الجميع على نفسهم تحملوا كل هذا الناقض وكل هذا التجاوز في حقهم وكل هذه الاتهامات عشان يسموتوا ويتحملوا عشان يوصلوا انه يخضوا حقوق النادي الاهلي بعد كده بالطرق المحترمة حط تحت كلمة الطرق المحترمة 200 خط زي ما النادي الاهلي تصرف في ازمة نهاية الدوري الموسم الماضي خاد الدوري انصفته محكمة التحكيم الرياضي النهاردة تصرف في ازمة هذا الاسبوع وبعد ما استمع الكابت الخطيب ومجلس الادارة لكل تفاصيل المشهد كان اه في استجابة لطلبات النادي الاهلي في تقدير لموقف النادي الاهلي وايضا في تعظيم لقيمة الوطن والظروف اللي بيمر بيها لكن مش اي حد يتكلم باسم الامن مش اي حد يدفع بالدواع الامنية مش اي حد يردد مثل هذه النغمات وده اللي قلناه هنا المرة اللي فاتت ارجوكو ارجوكو لانا استسهل الحديث عن كل حاجة كل واحد عايز يعمل حاجة يتكلم على الحالة الامنية والدوافع والظروف الامنية لا ده كلام ييجي بشكل غير معلن خالص جهات معينة مسئولة تنسق ده مع بعضيها هي ديئة المسئولية الوطنية كان النادي الاهلي بعد هذه المسألة وبعد ما صدر بيان وزارة الشباب الرد او قرار اتحاد الكرة بتأجيل ما تبقى من مباريات الاسبوع الخامس والاسبوع السادس لما بعد تصفيات الامم الافريقية او تصفيات افريقيا المؤهلة لدورة توكيو الاولمبية طلع كابتن محمود الخطيب بيان او تصريحات رسمية حملت كل تفاصيل وجهات النظر في هذه الازمة لكن فيها كتير من الخطوط اللي بتمثل خارطة الطريق للكرة المصرية للفترة الجاية وده اطلاع من رئيس النادي الاهلي بدوره وبمسئولياته انا مش بتكلم في زاوية صغيرة تخص تأجيل مباراة ده كلام صغير اوي انا بتكلم على تنظيم اوضاع كروية للصالح العام مش لصالح النادي الاهلي فقط قبلها كان مطلوب يعرض وجهة نظره في تطوير الكرة في افريقيا بالضبط حيقولي ايه حيقولي النظام وحيقولي يعني حيقولي الكلام ده فقال الموقع الرسمي للنادي عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في تصريحات خاصة عن خالص شكره وتقديره للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الامنية رفيعة المستوى لتشريفهم منزله ومزل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتدعيات تأجيل مباراة القمة وقال انه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الامنية وحرصهم على المصلحة العامة وتقديرهم للنادي الاهلي وتوضيح الصورة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة دي النقطة المهمة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة بعيدا عن المغلطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام وأنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه ورحبوا كالعادة ساد أعضاء المجلس وكبار الضيوف رحبوا كالعادة بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية حسب ما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام كما رحب مجلس الإدارة والكلام لا يزال على اللسان الكابتن الخطيب بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهل السابق والمدوم في بيانه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة وأضاف أنه كان هناك تقدير من جانب النادي الأهلي لمصلحة البلد أولا ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي وما جاء في بيانه الأخير وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباراة الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وأن يجرس سيد وزير الشباب والرياضة مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة للتحاد الكرة لتحديد موعد مناسب أمنيا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع النادي نقف هنا بقى لأن برضو بعد زي ما يكون فيه ناس مش هاين عليها أن الدين تستقف والدين يتهد يعني طلع من ضمن البيان بتاع اتحاد الكرة يبقى الجونة هيتأجل وماتش زمالك في نهاية بالدور الأول معين الموضوع ما كانش كده لكن الخروج البيان بالمعنى ده أدى إلى أن ناس قعدت تتهكم ودهكوا هتلعابوا مش بعد الجونة بعد 13 سنة فيأتي الأمن من خلال اتحاد الكرة محدش يكلم باسم الأمن الأمن هذه المباراة حيكتمع معاكم وقلوكم المناسب إمتى تطلع أول ماتش تطلع في نص الماتش إذن المسألة مش متحدد لها معاه دي جملة أو نقطة مفصلية بقى لأنه اللي أخده من اتحاد الكرة وأنا مش حابب أن اتحاد الكرة في بيانه يظهر في مظهر أو في مستوى المستوى من الاتفاق اللي متغاز من الاتفاق اللي حصل أو اللي بيشرب دواء مش عاجبه أو اللي بيتعامل مع موقف مش بالعه كويس فبعصلك لا مؤكد مؤكد إن الأستاذ عمر الجناني هو كان في أمريكا بالمناسبة وكان حتى فيه صعوبة في التواصل معاه توريح لتلعودة تليفونيا من قبل السيد وزير الشباب الرضا اللي عمل اجتماع مطول كان فيه الكابتن محمد فضل والدكتور محمد عبد الله فترة طويلة جدا في انتظار الأستاذ عمر الجناني اللي غاية لما جاه بلاش هذه الزهنية في التعامل مع المشهد أنتوا لجنة لها قيمة ولها تأدير بتتولى العمل في مرحلة صعبة جدا وفارقة الأمل عليكو كبير جدا عندكو أخطاء عندكو أخطاء كارثية نتيجة خبرات قليلة نتيجة حسنية في التعامل مع المشهد لكن يتم تداركها آه ممكن يتم تداركها يتم علاج الكثير من السلبيات فيها آه ممكن جدا لكن بلاش هذه الزهنية في التعامل مع المسألة لأنه كان واضح جدا القيادات الأمنية رفعت المستوى اللي حضرت مع السيد وزير الشباب والرياضة اجتماع مجلس دارة النادي الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب زي ما بيأكد الكابتن الخطيب كان الاتفاع هنأجل هذه المباريات وفيما يخص مباراة القمة ذات الطبع الأمن الخاص اللي لها ظروف محيطة وخلينا نستخدم باستمرار الظروف المحيطة بالمباراة بلاش الدوعة الأمنية الظروف المحيطة بمباراة القمة علشان ما نصدرش هذه الصورة السلبية اللي لازم أن ننتبه لخطورتها مش معقولة إحنا بنحاول أو القيادة السياسية بتبزل كل هذه الجهود لتعزيز الاستقرار وتأكيد الصورة الطبيعية لمصر وتنشيط عمليات الاستثمار وجذب السياحة ونطلع كل واحد يتكلم على مباراة يقول لك والدوعة الأمنية والحالة الأمنية لا خلينا نستخدم المصطلح الأنسب الظروف المحيطة بمباراة القمة فلما يكون الظروف المحيطة بمباراة القمة تسترعي الاتفاق زي ما البيان قال الاتفاق ما بين القيادات الأمنية والتنسيق مع الناديين يعني لسه ما تمش أي تنسيق مع الناديين للأهل حد سألوا من القيادات المختصة ولزا مالك حد سألوا عشان الاتحاد يروح رام المباراة لما بعد الدور الأول هل هيتم تثبيت المباراة في نهاية الدور الأول ولا ممكن تقام في موعد بدر عن كده خالص المسؤولين عن الظروف المحيطة ممكن هما اللي يقروا ده كابت الخطيب بيقول في هذا البيان أو هذه التصريحات الخاصة وفي دو ذلك أعلن اتحاد الكرة موعدا مبدئيا لمباراة الأهل والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي سيقام عليه يعني انت فجأ قلت للمباراة في نهاية الدور الأول كده عشان تقول فيما بين السطور لهذه الجملة الأهل ما مشاش كلمته هو هنا الموطن عادة توقف هنا بقى مش مناسب عندما تأخذ الأمور هو مين أقوى من مين مين هيمشي كلمته على الثاني هذه مراهقة فكرية وصبيانية لا طليق بمسؤولين يتحملون مسؤولية بهذه الخطورة في هذا التقييد في وطن عايز يقدم كل شيء وفي مقدمة ما يريد الوطن يقدمه الأمن والأمان لمواطنيه فعندما نروح هنا منسالخين من المشهد ده عشان نمثل نفسنا فقط هذه صبيانية لما نتمسك بلا أي مرونة أو بلا أي دراسة أو بلا أي رؤية للمشهد العام هذه مراهقة فكرية إن أنا أبقى لا أنا قلت كلمة مش عارف خلاص ليها ظرفها وليها كلامها في معطيات دخلت تخليك تعيد حساباتك هنا النضج لما فيش معطيات دخلت أقول لك آه إيه اللي خلاك رجعت لك لما تجد تقعد معاك ومن مسؤولين مهمين معطيات معينة أقنعتك من الرجولة ومن إعلاء المصلحة العامة ومن تحمل المسؤولية ومن النضج إنك أنت تبني موقف جديد بس عايزين نتعلم من هذه الموقف إن كل طرف يعملها بالطريقة الملأة لأنه بقول لك أستاذ إبراهيم إعلان التأجيل في منتصف الليل بهذا الشكل المقتضب ما كان لهش مبرر وده اللي النادي سجل موقفه عليه قال الكابتن الخطيب في هذه التصريحات الخاصة في دون ذلك أعلن انتحاد الكرة موعدة مبدئيا لمباراة الأهل والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي سيقوم عليه وهو ما سوف يتم حسمه لاحقا وكان لابد أن يعلن نادي الأهلي ومجلس إدارته مصلحة الوطن خاصة في ظل الحرص الشديد من القيادات المخلصة في الدولة على إزالة كل الشكوك حول أي من الأمور الخاصة بتأجيل مباراة القمة إذن كابتن هنا عايز يقول الأعدة تفاصيلها محدش كان له يد في تأجيل مباراة القمة سوى الظروف المحيطة المهمة بها محدش فرض كلمته محدش سعل ده حتى وإن كان البعض رحب بده أو تمنى ده لكن في النهاية القيادات المختصة المعنية بهذه الظروف المحيطة بالمباراة هي اللي قالت كلمتها وهي اللي فرضت قرارها وفقا للحالة العامة بيقول الكابتن الخطيب وقيام الدكتور أشرف صبحي بجهود كبيرة الحقيقة كان رجل هذه الأزمة كرجل دولة يعمل لمصلحة بلده ويقدر قيمة النادي الأهلي وانحيازه الدائم للوطن وقضاياه وطلب الكابتن محمود الخطيب في التصحيحات التأكيد على العديد من النقاط الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها دي المسائل اللي المفروض تكون يعني خط مهم الفترة اللي جاية وبالتالي وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية وإذا كانت هناك ضرورة للحديث لابد أن تكون في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام ما حدش من حقه يقول مثل هذه الكلمات فيه ظرف ما حول الظروف المحيطة بمباراة أو بأخرى تكون من قبل الجهات المختصة المعنية وفي غرف مغلقة لكن اللي بانا لازم أن توقف الرغي في حتة تأسخل ومش عارف عشان إيه وعشان إيه وعشان الجمهورين وعشان لا تصوير الأمر على غير واقعه غلط الدفع باستمرار على أنه فيه تهيب وفيه تخوف من علاقة الجمهير ببعضها وده سوعدين على القهوة وواعدين في الشارع ده كلام صغير كلام لا يعكس حقيقة الصورة الطبيعية لكن الكلام الكبير والكلام المهم أن هناك ظروفة محيطة بالمباراة تستدعي التأجيل هي إيه؟ كل اللي عنده كلمة في التفاصيل اللي إمها ويترك الأمر فقط للقيادات الكبيرة المختصة المعنية ده الكلام الواضح والمهم دول الكابت الخطيب لم يكن من المنطق أن يتم الإعلان عن تأجيل مباراة في منتصف الليل وأن يتم اختار أطرافها قبل صدور بيان التأجيل بعشر دقائق دون أي حوار أو توضيح أو تنسيق مع طرفي اللقاء خاصة لم يكن هناك ما يدعو للاستعجال وإعلان قرار التأجيل ليلا مسألة فعلا لا مش منطقية وهذا الإعلان بهذا الشكل في هذا التوقيت المتأخر هو ده اللي عزز الإدعابة أن هناك طرف ما يقف وراء هذا التأجيل لمصلحة فرنية ما إخراج السيناريو بهذا الشكل هو اللي عزز هذه الصورة وهو اللي دفع الجمهين أنها تعتقد كده فالإخراج كان سيء جدا التوقيت كان بلغ الغرابة عدم اللجوء للأطراف المعنية كان شديد للريبة خلق هذه الصورة السلبية اللي زالت تماماً في الاجتماع اللي عقد في منزل الكابتن الخطيب لم يكن أيضاً لابد أن يحرص الاتحاد على ثبات موعيد جدول المسابقة تعالي بقى في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تاخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة أنت حطيت جدول وانت عندك كل المعطيات قدامك كل التفاصيل عندك كل الأطراف المعنية خلاص يا أخي أنا بطلبك احترم اللي أنت فردته علي ليس أكثر أسال أبراهيم في نقطة مهمة جدا بما أنه جاب بيتكلم دولة عن كل الأندية والجدول والملعب أه إخوانا الدوري مش قاله زمالك الدوري فيه أندية أخرى لها حقوق أخطر بكتير جدا من حقوق الأل والزمالة أو لا تقل عنها أخطر بكتير يا أستاذ أبراهيم صدقني أنا لما أكون بس عشان أبقى بطل غير لما أكون بس عشان أنا عشان منزلش صحيح الكلفة عالية الكلفة تحت عالية يعني المنقفين مش متسويين ده مصيبة مفيش مصايب في الرياضة بس ده 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 حجمها مؤلم وتمانها مؤلم صحيح ودي خرف غيرها دي فاتورة ودي فاتورة فاتورة فواتير مختلفة ها البطل المتعود على إنه يبقى البطل دي بالضبط عاملة زي موقف اللي عايز يطلع الأول على على الفاصل واللي بيسقط اللي مش عايز يسقط فما تجيش أنت الرجل اللي بيطلع الأول على الفاصل يبقى عنده مشكلة مع المدرس المدرس يزعل ويلغي الحصة ويمشي طيب لابد أن يحرص الاتحاد على سبات معيد جدول المسابقة في الملعب التي يحددها دون تقديم أو تاخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدلة والاستقرار بين الأندية المتنافسة والأهم أن هذا الأمر سوف يساهم في الارتقاب بالمستوى الفني للعبين في كل الأندية هي دي المصلحة العامة للأهل بينطلق منها وهو ما يساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات على انتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر في المحافل الدولية نتمنى كابتن محمود الخطيب نتمنى عند تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة يكون ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الأطراف المعنية حتى لا يتكرر مع عدد ده مهم بس كل الأطراف المعنية كل ما قلت لكش اتكلم حطني الحقيقة أنا حابقى مباراة مهمة حطني في الصورة أنا وكل الأطراف المعنية ويريد الاجتماع يبقى يشمل كل الأطراف نتمنى بيقول الكابتن محمود الخطيب نتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بمساندة الأندية ويكون حلقة الوصل بين كل الأطراف وفي مقدمتها الجهات الأمنية لاستعادة الحضور الجماهيري هنا المسئولية الكامل في المباريات لإثراء المسابقات الكروية فنيا وتسويقيا لعودة الجماهير يجب على الجماهير يجب على الإعلام يجب على المسئولين أن يراعوا خفوا شوية بلاش هيافة التحفيل خلينا ناس رياضيين خلينا ناس عارفين نسوء الأمور في سياقها الرياضي لابد من دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنين ده بيان الكابتن الخطيب في المصلحة العامة بتكلم على ضرورة بزل الجهد لعودة الجماهير لإسرائيل المسابقات بتكلم على ضرورة التنسيق المبكر بين كل الأطراف المعنية بتكلم على ضرورة وضع جدوى المنضبط بمواعيد وملعب وأماكن مختلفة سابتة بتكلم على ضرورة دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيا من خلال برامج ومعسكراته أن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبزلونه من جهد وما يتحملونه من مسئولية وفي ذات الوقت لابد من العمل على تطبيق أو سرعة تطبيق تقنية الفار لمساعدة الحكام على تلافي أية أخطاء تقديرية في المباريات مثلما يمني في الدوريات الأوروبية عندي فكرة وفكرة لو حد فكر فيها بالعقل كده تحل كل المشاكل دي وتعمل فايدة لصاحب الجرأة اللي حيتابلناه هو الفار ده لو عملنا له أهل لو جات شركة رعية ها هيقولك بس لا ممكن تحقق لا هي بطرعة تكلفة ما لهاش دعوة مين مين اللي حيدير الفار اللي حيدير الفار ده حد تاني عشان ما أقولكش شركة مين لصالح إيه ها ويريد شركة ما يبقى لاش مصالح مع أي فريق صعبة ضرورة تفعيل دور اللي جام باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوي رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق واثنتان عقب تولي اللجنة المؤقتة الحالية المسئولية ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوي وبيقول الكابت الخطيب في بيانه ضرورة قيام التحاد الكرة باختار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستدد إليها عند تطبيق أي تعقوبات للإطلاع عليها إيه الصعوبة فيه دي مرغم أهميتها بالضبط الديني اللاعة اللي أنت هتحكمني بيها وتحاكم كل المنفسين وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز أعرف ليه الشفافية هو دلوقتي القاضي اللي بيحكم المتهم ارتكب كذا 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 عقوبته بتتروح من إلى العقوبتين أو أيهما يعني المسائل منصوص إليها تقدريا بيتحرك في المسافة البينية المتاحة المنصوص عليها في النص ده مش موجود فبيفتح باب الشيطان أن كل واحد يصدر أي عقوبة من لجنة الانضباط محدش عارف وأنت بتتكلم بناء على إيه وأنت بتعاقب بناء على أي لائحة إيه هي النصوص أعتقد ألف بأ شفافية أنه لائحة العقوبات تروح للاندية ضرورة قيام اتحاد الكرة بيختار الاندية بلائحة الجزاءات التي يستند لها عند تطبيق أي عقوبات للإطلاع عليها لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتها وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية هنا المسئولية وتسند الأجهزة الفنية واللعابين لتحقيق طموحات الكرة المصرية ويختتم الكابت الخطيب وأثق بأن جماهير الأهل الوفية سوف تستمر في مساندة فرق الناد الرياضية بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية طيب انطلاقا من جزئية المطالبة بلفار عشان أقول لكم اللي حصل دلوقتي امتداد للي حصل الفترة اللي فاتت حتى الموسم الماضي هو تأكدات الكابتن الخطيب ومجلس دارة الآلم في هذه التصريحات بالمطالبة بسرعة العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد انقاذا للمسابقة وإقرارا لحقوق كل المتنفسين هو مين قالك أنت لما تلجأ للفار هتجامل للأهلي لذا أنت ممكن تتأكد من قرار ضد الأهلي أنا عارفا يعني أنا ما بقولكش تعالى جاملني بقولك لازم تلجأ لهذه التقنية عشان تحافظ على العدالة من الكل تحافظ على طولة العالم في الكرة الطائرة كل مرة كان الناس بتقدم فيها للشالنج ده يتنصفوا يتوب عليه مش دلوقتي هذا الكلام مش وليد اللحظة هنفكركم اتحادوا الكرة اللي فات بلأس المهندس هنا بريدة كان جالوا جواب من النادي الأهلي امتى؟ 4 سبتمبر 2018 من سنوية خطاب رسمي للأهلي يحدد أربع مطالب من اتحاد الكرة بالله عليكم أرسل للنادي الأهلي خطاب رسمينا إلى الاتحاد المنسي الكرة القدم صباح اليوم السلساء 4 سبتمبر 2018 أكد فيه رفضة هتام للأخطاء الفجة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة أمام الانتاج الحربي في الدوري وتمسك الأهلي في خطابه الرسمي بحقوق النادي وطلب التحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابه الطبيعي حرصا على استقمال المسابقة والعدالة بين الأندية المتنافسة وحدد الأهلي أربعة مطالب جاءت على النحو التالي أن يتحمل التحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفار لمواكبة الكرة العالمية تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الذي أخره الاتحاد الدولي يعني أنت أنا من سنة فاتت أو من 13 شهر وأنا كأهلي بطالب بالفار وبابعت الاتحاد الكرة طب الاتحاد الكرة رأعمل إزاي 29 يعني الأهلي مردش اتحاد الكرة مردش يعني من 4 سبتمبر مردش رجع الأهلي يقوله في 29 يناير يعني بعدها في 34 شهور الأهلي يطالب من اتحاد الكرة أسباب عدم تقديم تطبيق الفار باعت يقوله النادي الأهلي أرسل خطاب يطالب الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفار حتى الآن على الرغم من تلقي الأهلي خطابا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يعني باعت له سبتمبر رد في أكتوبر قاله حريص على تحقيق العدالة بين كافة الأندية وأن هناك حرصا شديدا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقا لمبادئ الفيفا وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة الفار سيتم العمل بها إمتى مولانا ابتداء من يناير قال له كان المفروض يناير يعني من عشر شهور يكون السيد الفار مشرف الملاعب المصرية حسب تأكدات والتزامات اتحاد الكرة وقتها يا سيد رايد من جنك اللي يدهيشك أن تطلع أصوات في برامج بعينها تقولك والأهلي ليه مش عايز الفار طريق قلب الحقائق بشكل مستمر وأمه منهج وأصبح عندهم موهبة فيه في الكذب في كذب كذب يعني لا والله كذب أنا بقولك أنه هو كل ده يقولك والأهلي ليه مش عايز حكام أجانب يا رجل ليه أنت وحد عايز حكام أجانب حدي طلب طيب رجع الخطاب الثالث في تاريخ 9 يونيو 2019 الأهلي يجدد مطالبه للتحاد الكرة بشكل تقنية الفار وطلب تحديد موعد واضح يلتزم به التحاد الكرة ويعلنه لتطبيق تقنية الفار لإيقاف مسلسل للأخطاء التحكمية اللي أثرت جدل كبير وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب طيب التحاد الكرة بقى بيفجر مفاجأة في 30 يناير 2019 عصام عفتاح رئيس اللجنة وقتها فجر وقالك مش هنقدر نطبق الفار خلال الموسم الحالي لأنه الوضع مش مناسب والإمكانيات لا تسمع هنا بقى كابتن عصام عفتاح رئيس اللجنة مش بيكذب إنما بينفي كلام الكابتن عصام عفتاح ده مجلس الإدارة قال لك هنطبق في يناير هو قال لك لا مش هنطبق في يناير في الموسم الحالي مع بدايته الأستاذ عمر الجنيني يتعهد بتطبيق أو إدخال تقنية الفار في التحكم وإنه ملتزم بدأ على الأقل مع بداية الدور التاني نفكركم بكلام الأستاذ عمر الجنيني في MBC مصر وهو يتحدث عن الفار اللي الأهل بحى صوته يعني تعالى فيه لازم ناخد أبروفل من برا من الهيئة زي تابعة للفيفا خاصة بالفار ده فيه هيئة ليه علاقة بالفار؟ آآآ فيه زي إدارة كده من الفيفا موجودة مصلحة الفار مصلحة فمصلحة الفار وفيه كمان لازم يتم تدريب الحكام ومش مجرد أنه حيقل قدام شاشة حيقولك لأ ده بياخد وقت علشان كده أنا حتى لما قلت إن شاء الله حنركب الفار كان أميتي طبعاً إن أنا أبتدي بيها إحنا إن شاء الله الدوري حيبتدي في شهر تسعة حنقلن على جدول الأسبوع ده إن شاء الله بعد القرعة جدول الدوري في شهر تسعة حقولك وبلتزم أهو قدامك لأ قبل بس ما نروح شط عادي آآآ لدريب الحكام حيخد له بنتكلم مثلاً مينمم شهر ونص شهر فعلى الأقل لو ملحقتش الدور الأول الدور الثاني أكيد بفار أنا ملتزم قدامك إن هو بالفار إن شاء الله مصر حيكون فيها فار في الدور الثاني اللي موجود في الدوري الإنجليزي اللي موجود في الدوري الأسبوع ما فيش فار مضروب يعني هو زي أي فار في العالم بالزبط مش الفار المصري ده حيبق ليه حاجة ده مش بيومي مش عاملينه بيومي مش بيومي فإن شاء الله وأكد لسيادتك تعمى ليك مش لحد تاني وأكد لسيادتك من يناير في فار فيه كلام تاني نتمنى بس شفتوا مطالب الأهل العادلة شفتوا حرص الأهل على المطالبة بحقوق كل الأندية بيتكلم على مصلحة عامة بيتكلم على سبل الارتقاء بكرة القدم في مسابقاتها واحد منها تطبيق تقنية الفار إقرارا للحقوق ولأنها كانت حلقة الحقوق اللي حصل فيها النادي الأهلي على كل هذه الأحكام إقرارا للحق كانت مهمة جدا دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في الحادية عشر مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبح على خير شكرا